لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد من جهة اخرى انه الذين نشروا هذا الخبر هو مغرب انتليجنس هذا الموقع المخزن انا شخصيا كذب علي من قبل هذا الموقع وافتر علي ونشر علي ادعاءات هذا الموقع بحد ذلك الموقع هذا نشر في 22 نوفمبر 2020 خبر بانه هناك انه الامارات ارسلت الى احد الضباط الامن الداخلي وقالت له كذا وقالت له بانه رسالة فيها نوع من التهديد الاقتصادي والتهديد السياسي وانها اوصلتها الرئاسة الجمهورية وانه ارسلها الرئاسة الجمهورية ولكن عبد المجيد تبون التزم الصمب يعني حتى الذين حبكوا هذا السيناريو يدركون ان هذا الوزير هذا الضابط هذا العميد عبدالغاني الراشدي اشتغل من قبل في السفارة الجزائرية في الامارات يعني ليس اللي حبكوها الرواية حبكوها بإحكام لانه هل يعقل بانه الامارات دولة عندها تعامل اقتصادي وعندها علاقات وعندها سفير في الجزائر وعندها عندما تريد ان ترسل رسالة احتجاج للجزائر ترسلها سرية والغريب انهم ذكروا نفل السرية سرية الى ضابط في الاستخبارات وهو يوصلها للرئاسة وتوصل نهارلي توصل توصل الى موقع مخزني خلينا شو واقع امر اخرى ذا الموقع المخزني معروف بانه كان منذ فطرة من 2019 هو يتهجم على القيد صالح بتهمة ان القيد صالح يريد ان يعيد المشهد المصري الامارات دعمت السيسي في مصر فارادوا ان يصوروا هذا بان الامارات ايضا تريد ان تدعم القيد صالح ليصبح رئيس لان الخلية التي تقف وراء هذا الخبر هي نفسها هي خلية تابعة لجماعة الاخوان لتنظيم الاخوان المسلمين فروزت الى فكرة ان القيد صالح يريد اعادة المشهد مصر وانه فقط يريد ان يحكم ويصبح رئيس وما الى ذلك من هذه السيناريوات التي لم يثبت منها شيء راح الانتخابات اطلع تبون حذر له بارك الامر بعد ذلك في نهار 19 ادى القسم منهار 23 مات القيد صالح بعد ربع ايام توفى غادر رغم انه كان بامكانه ان يبقى الحاكم الفعلي حتى بدون انتخابات رئاسية ولا حد يستطيع يقوله كان هو اقوى رجل في تلك المرحلة في الجزائر وكان مدعوم وعنده قاعدة شعبية كبيرة هذا كلام ثار اذا انه هذا الموقع والغريبة انه اللي انشر هذه الحكاية هو شخص واحد اسمه اسكندر صالحي هذا الاسم هو اول حاجة اسم مستعر هناك من تحدث بانه لأحد الصحفيين الجزائريين المقيمين في الخارج هو الذي يكتب لهذا الموقع وهو شخصي النفا قال انكر هذا الامر وقال بان ما عنديش علاقة به ولكن موندافريك من قبل تحدثت بانه صحفي جزائري ذكره بالاسم وهناك من يتحدث بانه ليس هو بل هو اسم مستعار لأحد ضباط الاستخبارات المغاربة لانه هم اللي ينشر في هذه المعلومات اذا هذا الموقع ليس له مصدقية اولا لانه مخزن امر اخر انه جاء في ظرف فتحت فيه الامارات قنسلية في العيون الصحراوية المتنازع عليها بين المغرب والبوليزاي هذه حقيقة اذا مدى مرتبط هذا فهناك من يريد ان يلعب على هذه الارضة خلينا نمشو فيها نقطة نقطة النقطة الاولى انه لا يمكن ان الجزائر ان رفضت التطبيع لا يمكن ابدا ان الامارات تهددها تقولها طروحي طبعي غصبا عنك لا اعتقد لا اعتقد عندها علاقات مع دول غير مطبعة هذا اول حاجة كلام فارغ لا اسس له اولا الموقف الاماراتي هو موقف مؤيد للحكم الذاتي في الصحراء الغربية بل انه يعترف بان الصحراء الغربية مغربية هذا من زمان ولم يحدث ان الجزائر دخلت في ازمة مع الامارات على مدار هذه السنوات يعني الامارات لم تعترف يوما بان الصحراء الغربية ولم تعترف يوما بجبهة البوليزاريو ولم تحدث ازمة الجزائر الجزائر لديها علاقات مع دول افريقية لا تعترف بالبوليزاريو بل انه عندها علاقات مع دول اعترفت بالبوليزاريو وسحبت اعترافها منه بل ان الجزائر في 2013 مسحت ديون 14 دولة افريقية قدرت انذاك بتسعمية واثنين مليون دولار وبينها دول كانت تعترف بجبهة البوليزاريو وسحبت الاعترافها منه ونذكر على سبيل المثال في هذا السياق بوركينافاسو لديها علاقات مع اسرائيل وسحبت الاعتراف بالجبهة البوليزاريو وبالصحراء الغربية عام 96 ايضا غينيا بيساو سحبت اعترافها بالصحراء الغربية في 2010 والجزائر مسحت لها ديونها بعد ثلاث سنوات من سحب الاعتراف ايضا سوتومي سحب الاعتراف في 96 وهي من الدول الجزائر التي مسحت ديونها ايضا الجزائر سحب مسحت ديون البينين والبينين لديها علاقات مع اسرائيل اذا كان مشكلة الجزائر مع الامارات هي بسبب التطبيع مع اسرائيل ها هي مسحت ديون للبينين وهي عندها علاقات مع اسرائيل وبوركينافاسو عندها علاقات مع اسرائيل واذا كان مشكلة هي قضية عدم قضية الصحراء الغربية هاي فيها دول مساحة الهديون اعترفت بالصحراء الغربية وسحبت اعتراف بل أن هذه الدول التي ذكرناها عندها قنصليات بوركينافاسو عندها قنصليات في الداخلة دارتها في شهر أكتوبر 2020 غينيا بيساو غينيا الاستوائية غينيا جامبيا جيبوتي ليبيريا هذه الدول كلها عندها قنصليات في الداخلة وكلها فتحوها في 2020 أيضا الكوديفار وجزر القمر والقابون وجمهورية أفريقيا الوسطى وبورندي وساوتومي وبرانسيبي هذن كلهم عندهم أيضا قنصليات في العيون وأكثر 15 دولة إفريقية لديها قنصليات في الصحراء الغربية بصفتها مغربي ولا تعترف بحق البوليزار الإمارات العربية المتحدة هي الدولة السادسة عشر وهي الأولى عربية إذن كيف الجزائر ستدخل مع أزمة مع الإمارات بسبب فتح قنصلي يعني هناك نوع من المبالغات ترى السؤال الذي يطرح لماذا الإمارات بالضبط التي حدثت عليها الضجة معناها أن جات الإمارات فتحت قنصليات في العيون الجزائر تدخل معها في حرب هذا كلام فارغ أنا أقولها لكم كلام ليس له معنى هذا كلام ليس له معنى لا يمكن أن الجزائر تدخل في أزمة مع الإمارات بسبب تطبيحها مع إسرائيل ولا بسبب الصحراء الغربي أبدا الجزائر لمازالت تقدم المساعدات للسلطة الفلسطينية وهي مطبعة مع إسرائيل ومعترفة بها وعندها تنسيق أمني ونذكر اتفاق أوسلو لم توقف الجزائر المساعدة الجزائر لديها علاقات مع مصر قوية مصر عندها تطبعت مع إسرائيل وعندها علاقات وسفارات الجزائر علاقتها قوية مع تركيا وتركيا لديها علاقات مع إسرائيل الجزائر لديها علاقات مع الأردن الأردن مطبع مع إسرائيل الجزائر لم تعادي دولة يوما بسبب تطبيحها مع إسرائيل يعني اليوم تعادي فقط تعادي الإمارات فقط استثنائية أمر آخر إذا كان هددت الإمارات صح لماذا لم نسمع هذا الجدل عندما هدد حمد بن جاسم وزير الخارجية في مقر الجامعة العربية عندما هدد مراد ميدلسي وزير الخارجية انعقد اجتماع من أجل طرد نظام الأسد طرد سوريا أنذاك من الجامعة العربية والجزائر تحفظت على هذا الأمر ورفضته فهددها حمد بن جاسم وقال لوزير الخارجية مراد ميدلسي أنذاك أسكت سيأتي الدور عليكم معناها هدده بثورة شعبية في الجزائر وهذه المعلومة انتشرت أكد لي بعض المسؤولين في الجامعة العربية أن حمد بن جاسم هدد وزير الخارجية الجزائر علش ما اسمعناش بضجة أنا ذاك كيف قطر الدولة الصغيرة الدولة التي ليس لديها قيمة تهدد الجزائر كما يفعلون الآن لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله